بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء احنا مستقرين على ان يوم الحد بنتكلم فيه ازاي نحسن حياتنا الزوجية وخاصة لو كان في بعض الاشياء اللي ممكن تعوق هذه الرحلة الى السعادة ونذلك الحلقات بتاعت يوم الحد بنخليها حلقات التوافق والسعادة يعني من التوافق الى السعادة ليه؟ لان ما ينفعش ان في حاجة يتولها مولانا سبحانه وتعالى وما تفتحش علينا باب السعادة زي ما ربنا سبحانه وتعالى تولى الجنة فباقت وما الذين سعدوا فباقت الجنة مدار السعادة وما ينفعش الجواز ربنا سبحانه وتعالى يتولى وما يبقاش كمان محل مساكل للسعادة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحم إذن البيوت بدل هي محل ربنا وبدل هي محل مدد ربنا لابد أن هي تكون محل للسعادة إزاي يحصل ده بقى لازم نزيل العقابات لازم يبقى فيه تخلية وتحلية وتجلية تعالوا بقى نشوف إيه اللي عندنا النهاردة عندنا ملف حساس شوية إيه هو الملف ده الملف اللي عندنا النهاردة هو الملفات الأديمة الملفات الأديمة نقصد بيه الملفات الأديمة الملفات اللي حصلت من أول التعارف وفترة الخطوبة ليه بتكلم النهاردة عن الملفات الأديمة ملفات الأديمة لأن حتى قيمة مهمة جدا جدا وإحنا داخلين على الجواز حتى قيمة مهمة جدا جدا عن محك اللي هي قيمة ايه؟ قيمة السطر والخصوصية قيمة السطر والخصوصية بدأت تتحط على المحك في فترة الخطوبة في الزمن اللي احنا فيه ده عشان شوية مفاهيم دخلت على مفهوم الجواز خلت مفهوم الجواز وخاصة في فترة الخطوبة ما يبقاش فيه اتزان لان الخطوبة ممكن توصل لقبل ما يحصل قبل ما يحصل جواز وقبل ما يحصل وصول للجواز يحصل ما بين الناس ملف يفضل اسمه ملف قديم يحصل تجاوز في فترة الخطوبة ما بين المخطوبين ايوة بتكلم عن ده بكلم عن التجاوزات اللي ممكن تحصل سواء كان تجاوزات اخلاقية او تجاوزات في التصرفات ويفضل الكلام دوت ويفضل لما نتجاوز يفضل ده بيوجع الناس بشوف ده في الاستشارات الزوجية كتير لما يحصل تجاوز ما بين المخطوبين وقد يحصل التجاوز في بعض الاحيين الى اشياء بشعة واشياء شديدة فلما يتجاوزوا ممكن في بعض الاحيين تحصل معايرة او تحصل اشياء غير منضبطة وقد يكون الملفات القديمة ان احد الطرفين بيحكي عن تجارب قديمة لي خاصة الولاد اللي بيحبوا في بعض الاحيين يبانوا انهم دونجوان او فالمتينو او اي حاجة بيحب ان هو يحكي ده فيبقى ايه ملف قديم فبيحكيه طب بيحكيه ليه يقولك بس عشان نهاية تبقى على نور ويعتبره ده اتنوع من انواع الشفافية ولكن ده في النهاية بيفتح عالم انا بسميه العالم المليء مش بالشكوك بس اسمه عالم الاشواك اللي هو بيتزرع بالشك وهو عالم مليئ بالاوهام والتصورات المخطئة فلذلك ما ينفعش ان احنا نعمل ده فحرام على البنت او على الشاب انهم يحكوا تجاربهم السابقة تعالوا نوقف شوية اه مش من حقه في حاجة اسمها السدر في حاجة ان الواحد يحفظ كيانه يحفظ اخلاقه مش من حق حد يعرف حاجة عن تاريخ حد تاني هو مش ربنا اللي لازم نعرفه هو الحاجات اللي لازم اللي ممكن تمنع من استمرار زواجنا زي ما العلماء كانوا بيتكلموا على العيوب التي لابد من التصريح بها لانها تمنع من الزواج لكن الكلام بقى على انت عرفت مين وانت عرفت مين وتفاصيل الكلام ده كله التفاصيل الدقيقة اللي تخلي كل واحد فينا بيتأكد عنده صور مخطئة وصور لا مش من لازم يعرفه مش لازم يعرفه كل ده ولازم يعرفه ان السدر مش كدب لما واحد يستر نفسه هو مش كداب لان السدر مأمور به شرعا ما ان المتعرف عليه في فترة الخطوبة ان هم يحاولوا يزيروا اجمل ما فيهم ومش ان هم يتعروا ويكشفوا اخطاءهم القديمة وكمال لو حصل تجاوزات في فترة الخطوبة موضوع الملفات القديمة ده بيزيد الملفات القديمة بتعمل جرح واثار سلبية على الحياة تفضل هي فكرة انه يعمل نفس اللي عمله ده مرة تاني حتى لو هو تاب واحسن توبته فلازم نخلي بنا من الحياة في الاسرة الاولى وزي ان الولد يكون مثلا شايف ان والدته كانت مسيطرة في بيت والده او والدته مثلا عندها بعض المشكلات فيحكي الكلام ده على انه هو بيصرح عن حياته عشان هي تعرفه فده من تراث البيت والتراث الشعبي بيقول حاجات ممكن تخلي الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام في خطورة زي مثلا اكفل ادرع لو امها تطلع البيت لامها فانت لما تحكي لده انت بتستعد عشان اللي يتكون عندك سوء الظن والسورة السلبية وربنا قال اجتنبوا كثيرا من الظن وجزء من اجتناب الظن ان انا ما حكيش كل ده فيحصل حالة من التربص لما يحكي عن والدته او يحكي عن سورته ويحصل حالة من القلأ ان ممكن ده يحصل ولا لا وننسى قوله تعالى وقال لا تزير وزيرة وزيرة اخر وهو منتظر امتى البنت هتبقى زي امها وعشان كده الفقهاء لما تكلموا على اللي بييظهر للخطيب في فترة الخطوبة اللي هو بيظهر للناس العاديين وكان بيقولوا ايه بيقولوا حاجة مهمة جدا ان في فترة الخطوبة ما بنظهرش العورات ما فيش حاجة اسمها ازهار العورات ده عورات زي ما فيه عورات جسدية فيه عورات كمان حياتية فما ينفعش الواحد يظهر عورات ومعصية ده بينه وبين ربنا وعشان كده لانهم شايفين ان الشخص له كرامة وخصوصية قالوا الكلام ده فكانوا بيشيروا ان يجوز له ان يرى الوجه والكفين وده كله بيشوف كل الناس وكانهم بيقولك خلي بالكم فترة الخطوبة مش فترة ازهار العورات والمعاصي والاثام مش معنى اني حبيت حد اني اتعرق قدامه فبلاش التعرف على شركة الحياة بالاخطاء وانما يكون بالصواب اضرب لكم مثلا اتعرينا وحكينا كل الحكايات اللي احنا عايزين نحكيها عشان نبقى شفافين وبعدين شركة الحياة سبنا ومشي المخطيب سبق سبق ومشي والمخطوبة سبقت ومشت ليه؟ عشان هو دلوقتي مش هو الشخص اللي عمل الخطأ ده ولا الزنب ده وانا تعلمت قصة مهمة جدا 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 وفيه مبدأ مهم جدا ان لا يكون الانسان متزنا ويصل الى حد النضوج الا وعنده 25% من اسراره بيدخل بيها القبر ففيه اسرار احنا ندخل بيها قبرنا حدش عرفها عننا ليه؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف واخلاصة بنعرفها ولو فيه بينهم ملفات قديمة عملوها مع بعض يعني لو عملوا اخطاء في ملفات قديمة في فترة الخطوبة تزالي الذكريات تلحقهم وتهددهم وتهدد ثقاتهم في بعض واحيانا بيحصل لهم انكار ويقولوا احنا تجاوزنا ده وخلصنا وبقى ده انتهى ولعل ده يخلينا قبل ما نفهم حديث الاسول الى السلام وعلي ده اللي بيخليهم بعد كده يبقى عندهم حاجة دفينة كده ويسعد يطلع ويعيروا بعض كده بشكل خفي ولعل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ان الرجل اللي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهو بيها في النار سبعينة خريفة لعل دي من الكلمات اللي بيه الانسان لا يلقي لها بالا بس تبوز الحياة وممكن ما يلقيش لها بالا ممكن تكون معناها ان هي كشفت عن شيء ما ينفعش انه وينكشف ودايما بقول لازم نعرف ان القلب والباطن مغرفته اللسان فمش لازم لازم نحفظ لساننا وعشان كده حضرت النبي قال له وهل يكبوا الناس والناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد والسانتهم بلاش نعمل كده بلاش ندمر حياتنا بان احنا ندعي ان ده تنعمل الانواع الشفية الزوجة احيانا بتقول لي زوجة انت مش راجل في عناية وتبدأ تمارس العنف اللفظي او غير اللفظي وممكن كمان يمارس ده معاه ده كله ليه اثار متراكمة من الزكريات اللي حصلت في حالات بتصل في حالات الارشاد عندنا انه ممكن تروح لمناطق اصعب من كده ان الشخص ده لو اني عرفت عنه ان هو شخص كان ليه ماضي مش لطيف واتجوزته يبدأ الشك يتنامى 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 تشك فيه انه ممكن يكون عنده علاقة حتى مع امها او مختاوة او احد تاني وتبدأ حاجة انا بسميها شظايا الشك لان ما فيش حواجز ولا دوائر بتمنع الشك ان هو يتوسع طبعا ده احد اهم اسباب ان هم مراحوش في الطريق الصحيح للتعافي لما يكون عندنا ملفات وحكيناها احنا حكينا ان احنا ما نحكيش الملفات دي وحرام اللي احنا نحكي فيها طب حكيناها عايزين نتعافى نروح لمتخصص فاكرين الرجل اللي كان في الحرب وتجرح فبعض الصحابة قالوا لهم مش شايفين غير انك انت تختسل فاختسل فمات الحياة دي محتاجة متخصص فلما مات حضرت النبي قال قتلهم قتلهم الله انما شفاء العي السؤال اللي تعبان يروح لطبيب يروح متخصص فعشان كده ما ينفعش الانسان ينزل لنفسه ويتحمل مراتيق احنا هنقول شوية اجراءات مهمة عشان نقدر نتعامل بها مع اللي احنا بنقوله ده لان فكرة فلسفة الستر اقول لكم بقت بعافي عندنا وانا عايز اقول لكم هل في ستر وفي اسرار ما بين المخطوبين ايوة لان الخطيب دوت لسه ما بقاش زوج ومش من حق انه يعرف على الاسراري لكن اللي هو واجب علي واللي لازم اعمله عليه اننا كل حاجة ممكن تديم العشرة بيننا اتكلم فيها اتكلم على الخطوط الحمراء اللي بيننا واتكلم على اصولي الزواج لكن ما تكلمش عن ايه ما تكلمش عن المعاصي لان احنا ما تكلمنا عن المعاصي ايه اللي حاصل احنا بنقفل الباب على نفسنا وعشان كده لازم نكون فاهمين ده جدا 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 وحنا متكلم اول حاجة وحنا بنتكلم فيها من الاجراءات اللي احنا عايزين نعملها نعمل ايه طبعا احنا عندنا شوية قواعد لازم اول قاعدة بنتكلم عنها ان احنا نفس المبينة المعاصية والعاصي احنا خلاص عملنا كده وحصل خطأ حتى لو في فترة خطوب نعمل ايه دي معصية دي مش انا دي معصية وانا بكرهها الله سبحانه وتعالى كره النا الكفر والفسوق والعسيان وفي ايه اللي حصل وحبب الينا الايمان وزيناه في قلوبنا وطلب مننا ان نسأله وان نكون من الراشدين فلازم خلاص نبتدي بقى بقانون تاني يبقى خلاص نفس المبينة المعصية والعاصي تاني حاجة لازم نعمل قانون اسمه قانون الازاح ان الحسنات يزيبن السيئات يبنزق السيئات بالحسنات مش السيئات تلتهم الحسنات وبكده ممكن نقدر نوصل ببساطة خالص خالص ليه ان احنا نقدر نعمل الاجراءات اللي انا اقولها لكم دلوقتي او الاجراء لا يجوز شرعا ان اي حد يحمل التاني اذا كنا احنا وقعنا في الخطأ مع بعض مش ممكن واحد فينا يقول ان الملفات اللي حصلت دي بسبب واحد ده خطأ وخلاص ونتناسى ده ونتجاوزه الامر التاني والمهم ان احنا عايزين حاجة مهمة جدا جدا بعد ما الملفات دي ما كانش سببها واحد بس احنا كمان عايزين نعمل ذكريات حسنة مع بعض ونتجاوز ده نتجاوز ده بذكريات جديدة بتعمل لنا حالة جديدة وحياة جديدة مع بعض انا ليه بتكلم في الملف ده لان الملف ده واجع بيوت كتيرة فاحنا لازم نتجاوز نتجاوز عايزين ملفات فاول حاجة ما حدش يحمل شريك حياته ان هو السببه بس لا احنا كنا السبب واحنا اللي عن نكون الحل باول قاعدة احنا اتنين كنا السبب واحنا الاتنين عن نحل مع بعض الامر التاني زي ما بناخده من قوله تعالى ان الحسنات ويذهبنا السيئات نعمل ذكريات جديدة مع بعض تالت حاجة لازم نغير بنامج حياتنا بنامج حياتنا يتغير كأننا بنتولد من جديد كأننا بنتجاوز من جديد يعني ايه بنامج حياتنا بنامج حياتنا اذا كنا ما منقربش من بعض انا بشوف ستات في بعض الاحيين اللي احساسها ان الخطأ ده وتلوسها بتخاف تلمس ابنها وتخاف تقرب بنا وشايف ان حياتها خلاص بازت وتلوست لا الخطأ ده خلاص في فاصل بيننا وبينه واحنا انكرناه وتبنا منه وتجوازنا هذا الخطأ وبعد كده نعمل ايه نعمل ذكريات حسنة مع بعض بعد كده نعمل ايه نبتدي نفكر في حياتنا بشكل جديد نعمل برنامج جديد لحياتنا يعني ايه بنعمل برنامج جديد لازم طولة البرنامج ده نكون مهتمين ببعض كل واحد فينا بيقول للتاني المحاسن اللي فيه كل واحد فينا بيساعد الشخص انه يخرج احسن ما فيه الحاجة الرابعة اللي احنا لازم نعملها ببساطة ان احنا دايما يكون عندنا مجالس للتوبة ويكون عندنا كمان حالة من حالات حمد ربنا على نعمة الزواج ونعرف ان الزواج بيعمل ايه الزواج بيمحو ما سبق كما ان الحسنات تمحو السيئات الزواج ده مسجد كبير ممكن نعبد ربنا فيه وان ربنا سبحانه وتعالى اذا جعلنا قد دخلنا الى هذا الزواج فدخلنا الى هذا المسجد الذي يمكن ان نعبد الله سبحانه وتعالى فيه فيمحى كل ما كان مننا من ملفات قديمة ملفات قديمة دي على فكرة ملفات تقيل علينا بس ملفات لا تساوي شيء في رحمة ربنا لا تساوي شيء في قوله وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً الملفات دي كلها لا تساوي شيء ممكن يتجلى عليها الله سبحانه وتعالى بقوله ايه يا شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ملفات دي كلها تيل علينا بس تزوب في نظرة رحمة من الله واللطف يبقى رابع حاجة لازم نحمد ربنا ونشكر ربنا انهو خلينا اتجوزنا وفتح لنا باب جديد للطاعة تخيل واللقمة ترفعها الى فيه زوجتك صدق اللقمة اللي انت هتأكلها زوجتك صدق فاذا هي باب من ابواب فتح باب رضا الله وانت كمان ان المرأة اذا بات زوجها وهو عنها راض باتت مغفورا له يبقى يلا حاصل ابواب السعادة كلها موجودة في الزواب خلينا نحسن لبعض ونعاش البعض بالمعروف وكل الملفات دي هتطير في نظرة رحمة وودة من الله سبحانه وتعالى اخر حاجة انا بنصحكم بها ممنوع في اي شكل من اشكال ان حد يذكر تاني بالملفات دي ملفات دي خلاص انتهت انتهت لان ربنا نظر الينا بالرحمة وعقد بنا هذا العقد الذي قدس بنظر الله اليه يا رب اجعلنا على الدوام من اهل رحمتك ومن اهل فضلك ومن اهل كرمك واجعلنا يا رب نزوب في نظر لطفك ورحمتك لبيوتنا يا رب العالمين امحوا كل السيئات كل الملفات وابقوا بيوتنا طاهرة خالصة لواجهك الكريم واجعلها بابا من ابواب عبادتك بالسكينة والمودة والرحمة يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اكرمنا بودك على الدوام يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بأسئلتكم المباركة عشان نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها اسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها لان ما نقدرش ابدا نبص لسؤال لحضراتكم الا واحنا نتفاعل معه ونجيب عليه ولكن مع كل اتمام وتقدير وعشان كده منخصص له اوقات نجاوب عليها ونبدأ بأول سؤال لستاذ احمد من اليوبية استاذ احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حية الطيبة مباركة من عند الله من الاعلى احترام التقدير شخص حضراتكم الكريم ضغط العمل على رأسي يا سيدي تفضل يا سيدي وكل الاحترام شكرا جزيلا وكل الاحترام والتقدير وهم الجنود المجهونون فريق العمل الذي برفقة حضراتكم شكرا لحضراتك أنا بشكر الشيخ محمد بذكر كلهم كلهم ما حكم الشرع في صلاة السيدات الجمعة في المساجد هذه واحدة الثانية والدي رجل المسن طعن في السين ولم يستطع النزول الى المسجد لصلاة الجمعة نعم فهل يجوز ان يصل الجمعة على امام في التليفجيون او في الرجل اجاوب على حضرتك حاضر هلو اجاوب على حضرتك أستاذ احمد اجاوب على حضرتك أستاذ احمد طيب أستاذ احمد احنا عندنا سؤالين السؤال الاولاني سؤال بيتكلم فيه عن صلاة السيدات في المسجد جائزة يعني صلاة السيدات في المسجد جائزة وليست واجبة عليهم لان جزء من شروط وكان السؤالين في شروط وجوب الجمعة الشرط الاولاني من شروط وجوب صلاة الجمعة الزكور فالسيدات لا يجب عليهم صلاة الجمعة ويبقى الحال ايه طب هم اذا صلوا الجمعة ده جائز بالنسبة لهم جائز ان هي لو راحت وصد الجمعة فده جائز ومشروع وما يحدش يقول لهم لا انتو مش واجب عليكم الصلاة فممنوعين من الصلاة في بعض الناس وبعض الافكار كانت كده وده كلام فاسد ومس صحيح لا يجوز لهن ان يصلينا الجمعة في المساجد الامر التاني والد حضرتك كمان احنا عندنا من شروط صحة الصلاة الصح اوه دلوقتي اوه شروط وجوب الجمعة فهو لا يجب عليه صلاة الجمعة اوه لا تجب عليه فهو يصلي صلاة الضهر مفيش منع ان هو يسمع في الراديو الخطبة يشوف الخطبة في التلفزيون بس هو ما يجيبش عليه واللي احنا بنفتي به ان هو اه السيد احمد بن الصديق الاغماري كان ذهب الى مسألة النواة الى جواز ان انت ممكن تأتم بامام في المزيجع بس هذا ما ليس عليه الفتوى في مصر اللي عليه الفتوى في المصر ان انت تصلي صلاة الظهر ما دمت لست من اهلي وجوب صلاة الجمعة فهو يصلي الظهر وما يصليش وراء لا التلفزيون ولا الراديو معنا الاستاذ ايمان يتفضل سمع عليكم وعليكم السلام ورحمة الى كاية تتفضل يا استاذ ايمان سمعت يا سيد من الشيخ فان كان ليه ايد اه سنة 18 سنة بسانة كنت اسعى عليه طيب كنت اسعى عليه بحضوذ التربية يعني مش اكتر طيب فكنت بقى تهمه بحاجات يعني ايه ان شاء الله وكنت بقى تهمه فيها واما جئت يصلى اه رحمه الله اه سنة 18 سنة اما جئت يصلى لأيه نفس اللي كان بيحصل اه حصل بعض من الناس اه يعني انت اكتشفت يعني انت اكتشفت اسمعني يعني انت اكتشفت اكتشفت خطأك بعد ما مات اكتشفت ان كل اللي انت كنت بتقوله له ده وكنت بتقص عليه وجدت ان هو لا ده هو صح وانت فهمته صح بعد ما توف اه 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 فين السؤال بقى بس بس انا كنت اقسع عليه وكل ما اروح له اقول له استمحني كل ما تروح له تزوره في القبر تقول له استمحك اه اقول له استمحني انا ظلمتك استمحنه. طيب. اه. فين هو? فين السؤال بقى? اه السؤال دلوقتي انا اخطأت تربيته وشلت زنبه في الاسوأ ولا ايه السبب? السؤال التاني. نعم. اه زيارة الكبور. هل الارواح تبقى مستميانة ولا لازم ندقلهم واحنا برضو في اي مكان. طيب اجاوب على حضرك السؤالين دول. ربنا ان شاء الله يجعلوا فسيح الجنات وما تقلقش لو كان شاب وانتقل الى الله سبحانه وتعالى بانتقل باي مرض او اي شيء فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعلوا ان شاء الله له سبب الشهادة. لكن خلينا نتكلم انت بتكلم في النقطتين مهمين جدا جدا لان حصل تلويس تربوي في النقطتين. تلويس التربوي التلويس الاولاني. اه خلى الناس وهم بيحاسبوا نفسهم ينتقلوا من ان هما اه يعدلوا من انفسهم يعدلوا من اقطعهم ويصلوا الى حد جلد الزات. جلد الزات يعني ايه انا والله ابني توفي وتوفي وانا كنت قاسي عليه. طب قاسي عليه اعملي اتوب. كل اللي واجب عليك ان انت تتوب من هذه القاسوة. ثم بعد ذلك تنشغل بان ترسي له الهدايا. يعني مش ده مش اللي هيصلح حلاقتك بينك وبين ابنك ان انت تفضل تلوم نفسك وتبكي وتشتد عن نفسك وتأذي نفسك وتزدد جرح وإلى من نفسك. ده مش هو ده المطلوب منك. العبادة المطلوبة منك دلوقتي تلات حاجات. تحسن تحسن الظن في الله ان ربنا استقبله وان شاء الله يكون الان دلوقتي يتنعم في نعيم القبر. يبقى اول واجب عليك. تاني واجب عليك ان انت ترسل له الهدايا. اللي هي ايه الهدايا? ترسل له صدقة. تتصدق وتجعل مثل ثوابها لها. تتصدق عنه تعمل اعمال صالحة وتهب مثل ثوابها ليه. هو ده. هو ده. هو ده. هو ده الواجب اللي عليك. هو ده اللي يخليه علاقتك بيه حسن. حاجة التالتة ان الشيء المهم جدا جدا ان ان انت تدعو له. تدعو له دائما ابدا في كل السجود. دولة تلات حاجات اللي ممكن تخلي علاقتك بابنك دلوقتي وهو في الحياة. هو ما بقاش فناء. هو ما ضعش. ده هو انتقل لي عند الكريم. عند الكريم سبحانه وتعالى. فما حدش يقول ده يا ابني ورح فين وانا وكن وما الحقتش. يا مولانا ده رحل الكريم سبحانه وتعالى. الموت هو انتقال من حياة الى حياة. حياة فيها نعمل وحياة فيها نستقبل كرم الكريم. فهو دلوقتي في كرم الكريم ان شاء الله. فما تعودش تعمل كده في نفسك. لا هو ان شاء الله هو عند من هو احن عليه منه. مش منك انت هو والدته. لهو هناك في ان شاء الله نحس ان نتظن. واذاك اول عبادة قلت لك ايه? اول عبادة نحس ان نتظن بالله سبحانه وتعالى فيه. لان احنا مش هينفع ندخل في الشك وندخل ندخل في الهساس. حاجات تانية زيارة القبور. هل هم بيحسوا بينا? نعم. وانزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم اهل القبور. التلويس اللي حصل بقى ان فيه ناس مش عايزين الناس تروح تزور القبور. عشان تعمل ايه? عشان الناس في زيارة القبور شاعت بتعمل حيات كتيرة صدقة ومحبة ودعاء واتناس جيه مجموعة من الناس. قالوا محدش يزور القبور. وعملوا جفوة ما بيننا وبين القبور. ليه? عشان بيخدم فكرتهم ومذهبهم باني زيارة القبور ومسألة التوسل بالمقابل. ليه يا سيدي حرام عليك? خلي الناس تؤانس بعضها بعضا. ومال احنا لما بنعد على القبور ننسلم عليهم ليه? لا يا سيدي. لما بنعد على القبور فيه ادب ان احنا لما نعد على القبور نسلم عليهم. فليه انت تقول لي ان لا ما ما تروحش تزور القبر وما تدعيش من هناك? لا اروح ازور القبر وانس حبيبي وكمان ادعوله. فده من التلوث اللي حصل في دخول بعض الناس في الفوتية. اه انا ممكن ادعيله من مكاني هنا. وممكن كمان ازوره وانسه وكمان ادعيله عند القبر. زي ما حاطت النبي صلى الله عليه وسلم. زار سيدنا عثمان ابن مزعون. وصلى على امه. وصلى على امه التي تقنت تقوم المسجد. فلا الكلام دوت من الصحيح. اه لا زور. وكمان ادعي كمان لولدك. وان شاء الله ربنا يجعل انسه معك ان شاء الله. استاذة سارة من القاهرة تتفضل. استاذة سارة. ايه سارة. اتفضل يا فانت. ايه شيخ عملي. نعمة الحمد لله. ايه بتخليه. محمدك بتقولي من بعد ما مين توفى. من بعد محمد. اه. انا بقدر مبراعيها. سنع كبير هي. مش كبيرة عوية. يعني انا بخضي. يعني شانت واشو عادر وحدها. وفنا احنا بالرعي بقى. طي. كويس. انت زاكنا في فيت عيلة ولا بتروحي لها مخصوص. نعم. زاكنا في فيت العيلة ولا بتروحي لها مخصوص. لا احنا ساكنا في مع بعض احنا في البيت. انا فنجبناها اول ما بطحة وبطمع وقت مانين. طيب. سؤالك فين بقى استاذة سارة? بقالي ان هي مش بتعملي احسن حاجة. يعني بيجي مسلا اولادها اللي بشطيانة اللي بقى هاش بتعملون قويس جدا. انتي انا بتعملي معاملة مش قد كده. طيب. سؤالك بقى ايه? هي مش معاملة سيئة خارج سنة زيهم. بحس ان انا استاذة سارة. بتحس ان هي بتعملك بفرق. يعني بتعمل اولادها كويس. بتعملك انت اللي من هنا. طيب. انتي سؤالك بقى انت عايزة تعملي. سؤالك بقى فين? سؤالي بقى ايش. انا لو انا فصرت عن ان ان انا منزلاش في خدمة. انزلناها كزيارة. مثلا يوميا كده ساعة ولا حاجة. هل انا كده اطعت مثلا حاجة كده انا باخد وزري يعني? ولا انا كده بقى برضو كويسة? لا انت بتخطيش وزر. انت بتخطيش وزر. بس ما عمدش احسن حاجة. لان قلبي طريق. اقرب طريق. القلبي جوزك اهله. وامه بالذات. فانت صحيح ما عليكش وزر. يعني لو انك انت ما نزلت لهاش. ونزلت بس تسلم عليها وتمشي. انت ما خدتيش وزر. بس في نفس الوقت ايه اللي حاصل? ما خدتيش هذا السواب العظيم. يا ستي انت بتجبر خاطر واحدة. هقولك حاجة ما تستغربيش اللي انا اقوله لك. انت بس يا ست سارة عندك حساسية زيادة. انت بتقولي انا رحت اخدمها عشان انا عملتها زي امي. فالمفروض هي كمان تعملني زي بنتها. المعادلة مش كده عند في اخلاق رسول الله. الاخلاق المحمدية مش كده. ليس الواصل بالمكافئ. ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ورين حبيب. يبقى دي مش معادلة. هو يحسن الي زي ما انا بحسن اليه. دي مش معادلة اصحاب الاخلاق. اصحاب الاخلاق الكريمة يعملوا ايه? يحسن الناس مش حتى لو انهما مش ما احسنوش اليه. حتى ولو اساءوا اليه وازوه. هو دي القضية. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمشرك القريش. ويبقى يقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. فاللي انت بتعمليه كنت بتعمليه دوت. له سواب. وكمان ممكن تضم معه سواب الصبر. انما يوفى الصبرون اجراهم بغير حساب. فاصبري ايه بتسأليني تعملي ايه? اصبري وابتسمي. واسعدي ان انت بتدخلي السرور على مسلم. ده من اعظم الاشياء التي تجعل الجنة واجبة لك. فتوكري على الله وسعديها. واسعدي كمان ان انت بتعملي كده. وما تشيريش في يمك هي بتعملك اقل ولا ازاي بناتها ولا لا. لو عملت كده انت من جوه هتلاقيها بتحبك حب الدنيا والاخرى. فان شاء الله ربنا يساعدك ويعينك ويكتبلك الخير. السيدة ممحمد من القاهرة تتفضل. امم محمد. امم محمد انت معانا? طيب امم محمد تحاول تكلمنا تاني. استاذ محمد من القاهرة. تفضل. استاذ محمد. برضو الخط قطع. مهم. لو استاذ محمد لو سمحت بعد ازن حدا تكلمنا تاني. ازا 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 سارة في ناس كتيرة بيحصل لهم ده بقى. تعالوا نتكلم عن معادلة حصلة في حياتنا دلوقتي. ايه المعادلة اللي حصلة في حياتنا دلوقتي? ببساطة خالص. انا عامل الناس دايما بيعملوني. كويس. بس انت كده خسرت. ما كسبتش. هو على فكرة. المسألة مش مسألة ان انت ما تعملش معصية. المسألة مسألة ان انت تقرب من ربنا. اه. يعني مش مسألة. هو انا عملت. دايما الناس تسألني كده. هو انا عملت حرام. لا يا سيدي. المفروض تسألني. هو انا قربت من ربنا. اذا السؤال. ليه? لان فلسفة الطاعة اصلا. وعمل الطاعة اصلا. مبنية على القرب. وما تقرب الى المتقربون باحب مما افترضته عليه. يبقى المسألة مسألة ان انا بعمل الطاعة مش عشان عشان الرصيد. انا بعمل الطاعة عشان اقرب من ربنا. فاذا كنت بعمل ده. سواء الناس احسنت الي او اساءوا. فانا بتقرب الى الله. انا داخل في معاملة من تقرب الي زراعا. تقربت منه باع. وهكذا. تقرب الى يا شبرا. انتقربت منه زراعا. وهكذا. فالتقرب ده من الله هو المقصد. مش المقصد بس الرصيد. وده شيء مهم جدا 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 في معاملتنا مع الله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة دي فلسفة مفروض ان احنا نعيشها بشكل عام في حياتنا كلنا. استاذة اميرة تتفضل. استاذة اميرة. ايوة زي حضرتك. الحمد لله نعم وفضل تفضلي. دايما يا رب. انا اختي عندها مشكلة كده وعايز اقولها لحضرتك. اتفضلي. هي كنت متجوزة. امم. وقعدت شهرين ونص مع جزعة. امم. جزعة كان بيعملها وحش جدا وكان بيضربها وبيبهدلها. فاتطلقت. هي دلوقتي اتقدم لها شخص كويس جدا معها ومحترم. امم. فهي مش حاسة ومش متكبلة. ومش عارسة تحبه. اولا وتقدم لها دلوقتي بعد ما عدت العدة. اه دي قعدت سنة ونص متطلقة. طيب يلا. طيب قلنا لها دي نفسك فرصة وشو في. امم. هي مش مدية نفسيها الفرصة ديت. مش قادرة تحبه. بتقول يعني هي اخت اه اتخطبت له هي مجتنعة. بعد ما اتخطبت له مش مدية نفسيها فرصة هتحبه. طيب. متشتت عايزة تسيبه ومش عايزة تسيبه. طيب. وخايفة تتجوز وتتطلق تاني. طيب عندها حق. ان هي لازم تكون حريصة شوية. طيب يعني حضرتك تحب تنسحها باي? ان هي تعمل ايه? هجاوب على حضرتك دلوقتي. انا اول حاجة انسحها ان هي لازم ان هي تتكلمني. لازم هي اللي تسألني. لان في الحقيقة مخاوفها دي لازم تقدر. يعني هي تقدر. مش معناها ان احنا نمشي ورا مخاوفها. لا نراعي المخاوف دي. ونحاول نجاوب على سؤولتها. عشان هي تطمئن. واضح من صوتك ان 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 ممكن تكون اختك اتطلقت في سن صغير. لان اتجوزت واتطلقت على طول. التجربة دي بتعمل صدمة لكتير من البنات. فهي دلوقتي في صدمة ان هي اتظلمت. هي عملت ايه? عشان تتطلق بعد شعرين ونصر. يا لحي تتجوز عشان تتطلق. فين الفرحة? وفين الاولاد? وفين العيشة? وفين المحبة? وفين الود? وفين الرحمة? وفين? 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 فهي مصدومة. وهي لغاية دلوقتي ما تعافتش. هي وافقت ان هي في ناس كتير التعافي بياخد مدة طويلة. ممكن ياخد سنتين. ممكن ياخد وقت طويل. هي لسه ما تعافتش من الجواز الاول. واحنا عندنا عشان واحد يدخل في جواز جديد لازم يكون متعافة من التجربة السابقة. ليه? عشان فاكرين حديث رسول الله سامل اللي كان بيكلم فيه الرجال من استطاع منكم الباقة تفلي تتزوج. الحديث ده اوسع بكتير من مسألة ان واحد يكون معاه فلوس. لكن كمان ان واحد يكون قادر على الجواز. هي لو مش قادر على الجواز ما تخصبوش عليها. لكن ساعدوها ان هي تخرج من ازماتها. يبقى اول نصيحة ليا هي لو مش قادر على الجواز ومش مستعدة للجواز ما تخلوهش تتجوز. لان هي بتتجوز عشان تطلق كده. يبقى اول حاجة ساعدوها. يبقى أول حاجة ما تقصبهش عليها تاني حاجة ببساطة خالص حاولوا تعودوا معها وتشوفوا المشكلات اللي هي خايفة أنها تقع في الجواز وحاولوا تقدروا الكلام دوت على الخطيب الجديد ده وتشوفوا فعلا عنده ما يدل على هذه المخاوف ولا يعني لو هي مش عايزة عندها خطة أحمر أنها مش تتجاوز حد لتاريخ ولا عنده متعدد العلاقات فالشخص دوت بتدور حوله شبهة أنه عنده علاقات نسائي فهي ما تحاولوش تخصبه عليها لأن نفس الكلام اللي هي بسببه اتطلقته أو بسببه حصل لها كذا بيتكرم مرة تانية فأنا نصحتي الأولانية ما تخصبوش عليها النصيحة التانية شوفوا هي إيه مشكلتها في الجواز النصيحة التالتة لو أن هي محتاجة دعم بنفسي ما فيش خالص مشكلة أن هي تحصل لها الدعم النفسي ده لأن كتير من الناس ما بيقدروش يتعافوا ويتجاوزوا صدمة الصدمات العاطفية أو الصدمات الزوجية بنفسهم ممكن نوديهم لخبير أو ممكن نوديهم عشان يحصلوا على دعم النفسي أستاذ محمد من القاهرة يتفضل نعم وفضل والله بعد إذنك بس كان عندي استفسار بسيط مفضل دلوقتي أنا والدتي لقيت مبلغ من يومين كده هو مبلغ يسير مش كبير 300 جنيه فهل المبلغ دوت يعني إحنا مش عارفين نتصرف فيه إزاي يعني مش عارفين نتصرف فيه إزاي وهل المبلغ دوت يسير ولا كبير يعني المبلغ بسيط ولا المبلغ دوت كبير عندنا معيار كده عند الفقهاء كده بيقولوا ما تتبعه النفس فهل 300 جنيه ممكن فيه حد تتبعه نفسه طبعا يعني لو واحد دلوقتي 300 جنيه دول كانوا هو اللي هيكمل بيهم بقية الشهر إن هو راجل بيقبط في الأخذ خالص ألفين جنيه ولا حاجة فاضله يومين ولا حاجة في الشهر فتتبعه نفسه؟ آه تتبعه نفسه طب نعمل إيه بقى؟ حاجة من اتنين إحنا لو لقناها كان بمكان معين فإحنا لازم نعرفه مش قادرين نعرفهم ونوديهم لأجهزة الأمن هي تبقى عندها الفلوس دي تعرفين الفلوس دي جاءت وقت فينه ويبقى هم اللي بيتولوا أمر إن لو حد جاء سأل على الفلوس دي نقول كده نقول للناس لو احنا مش قادرين نخلي الفلوس عندنا نعمل الكلام ده تمام طيب سؤال تاني بس بعد حضرتك دلوقتي في حديث عن الرسول بيقول فيما معناه ننتظر تلت أيام لغاية هل صحة الحديث دو الحديث دو صحيح ولا مش صحيح؟ لا لا أنت أصدق على حديث اللقطة لا مش تلت أيام مش تلت أيام خالص حديث اللقطة اللقطة دي بتعرف سنة تعرف على أبواب المساجد وتعرف في المكان اللي وجدتها فيها فإذا كان بعد ذلك لك أن تتمولها وتدفعها لصاحبها إذا جاء يطلبها مش تلت أيام لا ما فيش حاسمها تلت أيام دي خالص تمام شكرا عفوة نسي شكرا يا سادة احنا النهاردة تكلمنا على حاجة قد تكون في بعض الأحيين بعض الناس يقولوا ايه الحاجة دي حساسة والحاجة دي احنا بنكفي عليها مجور وبنتجوزها لا احنا بنتعامل مع كل المسائل دي اللي بتبقى معوقة ما بين الأزواج على أنها مسألة نستطيع أن احنا نتكلم فيها ونتجوزها وخاصة لو كانت جاية المسألة دي من جانب عملي وشوفناه بعنينا وتكرر ومش بس تكرر ويمكن أن يكون منتشر وفي نفس الوقت لو حلناه منحل مشاكل كتير لو سمحتم ما تسيبوش الملفات القديمة تاكل السعادة اللي ربنا فارش بيها بيوتنا ومالي بيها بيوتنا الملفات القديمة يمكن أن احنا نتجوزها وممكن كمان نتخلص منها وخاصة لو كنا احنا صنعناها مع بعض وبلاش نعمل ملفات قديمة بلاش الناس تحكي عن أسرار بيوتها البعض أسرار بيوت دي عورات للبيوت مش لازم تحكي على أسرار اللي حصلت ما بين أبوك وأمك ليه شركة حياتك وانت كمان مش لازم تعملي كده طب وزي أنا أعرف بعض أنا أعرف بعض بالحياة الحلوة اللي فينا مش بالحاجات الوحشة احنا راحين نتجوز مش عشان احنا خايفين من الطلاق احنا راحين نتجوز عشان عايزين السعادة السعادة بتكون بالحاجات الحلوة اللي فينا مش السعادة بتكون بان احنا نهنشن على الحاجات الوحشة اللي فينا والملفات القديمة دي ونفضل طول حياتنا بنصارع فيها اللي عايز يبقى في سعيد ويبقى دايما بيفتح أبوه بالسعادة على نفسه ينظر إلى الجميل سبحانه وتعالى فيرى الجميل في أهل بيته ويعمل إيه ويكثره ويزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسنه لحسن ويتغاض عن القبيح تعالوا نتجاوز أن احنا نتكلم عن الملفات وبلاش أنا بقول لكم بلاش في الخطوبة تعتبروا أن إظهار الملفات الأديمة وكشف العورات والأسرار جزء من تعرفنا على بعض ده مش حقيقي وده بالتجربة اللي شفناها ده باب من أبواب الشر وغرس للناس في أرض الشوك محدش يعمل كده ومحدش مطلوب منه كده لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب السطر وبيحب الجمال تعرفوا على بعض بإخراج أجمل ما فيكم وده واتمش كدب ده أمنيات مدعومة بمدد الله سبحانه وتعالى لأنه جميل سبحانه وتعالى وملى بيوتنا بالجمال لما عرف بيوتنا بإنها بيوت سكينة ومودة ورحمة يا رب جعلنا دايما في مددك وفي سكينة وفي مودة ورحمة يا ودود يا جميل يا كريم يا رب العالمين اشتركوا في القناة